أهلا وسهلا فيكم طلابنا الأعزاء سنحل أنا وياك الآن أسئلة أتدرب واحد المسائل للدرس الثالث والدرس اللي هو القبل الأخير المتتاليات الهندسية بحكي لي حدد إذا كانت كل متتالية مما يأتي هندسية ولا لا حكينا كيف نعرف إذنها هندسية ولا لا بمسك الحد الثاني بقسمه على اللي قبلي إذا أعطاني نفس العدد إذا مسكت الحد الثالث وقسمته على اللي قبلي إذا كان نفس العدد بيكون خلص هاي هندسية تعالوا نشوف فرع واحد هاي عندي السالب ستة بدأ قسمها على الثلاث السالب ستة على ثلاث شرح تعطيك سالب اثنين طيب تعالوا نجرب لاثناش قسمها على السالب ستة اثناش تقسم سالب ستة شرح تعطيك سالب اثنين لاحظ أنها نفس العدد إذن هاي المتتالية شو بنسميها متتالية هندسية بتكون فيها الار شو تساوي سالب اثنين اللي هي النسبة طيب الفرعة اللي تحتية قسم 24 على 20 طيب اللي ما بعرفه يقسم زي هيك قسمة مطولة 24 على 20 بحكي 24 كم 20 فيها؟ 1 ارجع حسا اضرب 1 ضرب 20 20 تعال اطرح رح يضل معك 4 حسا الاربعة اصغر من هذا الرقم فبحط فاصلة وتحت 0 بسأل الاربعين كم 20 فيها؟ 2 ارجع اضرب 2 في 20 كم؟ 40 اطرح شو الباقي؟ 0 فبطلع معنا الجواب 1.2 هاي الار تساوي 1.2 تعال جرب برضو 28 نقسمها على 24 برضو رح تعطيك 1.2 اذا هاي المتتالية برضو شمالها هندسية الان تعالوا نجرب اللي بعدها بدي اقسم اللي هاي 2 بالعشرة على اللي هي 4 بالمية طيب كيف ممكن نقسم زي هيك بالاعشار؟ لازم اضرب المقام ب 10 أو بمية لحتى تخلص من الفواصل كيف دعرف كم عدد عندك قبل الفاصلة؟ 1 أو 2 اذا انك تضرب في مية والباست برضو نفس الاشتراك تضربه في مية فرح يسي عندك لما تضرب هاي الفاصلة بالصفر بتزيح منزلة وراح محها صفر صفت معك 2 اثنين ضرب عشرة كم؟ 20 على الان هون راح صفر وزاحت الفاصلة منزلة راح كمان صفر وراحت كمان منزلة شو بضل عندك الجواب؟ 4 20 على 4 شو الجواب؟ 5 الان تعال برضو اقسمها و 1 على 2 بالعشرة راح تصير عندك 10 على 2 و اللي هي برضو كم يا جماعة؟ 5 فالنسبة ثابتة اذا هاي برضو متتالية هندسية تعالوا نشوف اللي عندي هون الستة تقسيم اثنين شو راح تعطيك؟ 3 18 تقسيم 6 برضو 3 اذا هاي النسبة شو بناسميها؟ متتالية هندسية لينها ثابتة هسا واحد على سالب اثنين راح تعطيك سالب نص أربعة تقسيم واحد راح تعطيك أربعة لاحظوا هذا العدد مش نفسه هذا العدد اذا هاي المتتالية شمالها ليست هندسية يلا اللي بعديها تسعين قسم لي اياها عالمية تسعين قسمها عالمية بروح سفر مع سفر بتظل عندك تسعة بالعشرة وتعال برضو قسم لي واحد وثمانين على التسعين جربها عندك في الآلة الأحاسبة برضو راح تطلع معك كم اللي هي تسعة بالعشرة نفس العدد اذا هاي المتتالية شو بناسميها هندسية ممتاز تعالوا الآن نشوف مع بعض السؤال الثاني بيحكي ليجد الحد العام لكل متتالية من ما ياتي عشان احسب الحد العام اول ايش لازم يكون معي اي واحد ويكون معي الار اللي هي النسبة فبدي ابلش بسؤال رقم سبعة الآن الاي واحد هيها معانا جاهزة تساوي الاربعة بس بدي اعرف النسبة بما انه حكى لك متتالية هندسية فأكيد النسبة ثابتة فيهم كلياتهم بس عليك تحسب اول واحدة يعني سالب ثمانية تقسيم اربعة شو راح يظل الجواب سالب اثنين فالنسبة اللي هي ار شو راح تطلع معك سالب اثنين اول حد اللي هو اي ان تساوي اي واحد اذكركم فيها زي هيك اي ان بتساوي اي واحد في الار قوة ان ناقص واحد اي واحد اربعة الار اللي هي عبارة عن سالب اثنين قوة ان ناقص واحد هيا خلصنا لفرع سبعة الان تعال نشوف فرع تسعة فرع تسعة اه اه اول حد اللي هو اي واحد معانا عشرين طيب الان بدنا النسبة قسم اثنين وعشرين على عشرين راح تعطيك يا سيد العزيز ايها ثمين وعشرين قسمها على عشرين بنحكي فان عشرين قسم اعشرين قائمة هي احدة ارجاء اضرب و لح تعطيك اللي هي عشرين اطراحهم راح يعطوك ثنين لان بنحكي ثنين اصغر من هذا الرقم فاحط صفر وهنا فاصلة عشرين قمة يوجد فيها وحدة فبطلع معنا الجواب 1.1 اللي هي النسبة فرح نحكي الار اللي هي النسبة 1.1 إذا صارت معك الار ومعك الا 1 تقدر إنك تكتب للحد العام اي ان بساوي اي واحد اللي هو 20 ضرب ار اللي هي النسبة 1.1 قوة اين ناقص الواحد وهينا خلصنا برضو فرع رقم 9 تعالوا نشوف فرع رقم لا مش 11 خلنا نشوف رقم 8 طيب بدك تقسم هاي على اللي قبلها رح تيجي تحكي لي هاي هذا الرقم 1 بالمية على 5 بالألف حكينا كيف أنا بدي أتخلص من هاي الفواصل بدي أضرب على عدد المنازل اللي قبل الفاصلة قبل الفاصلة عندك ثلاث منازل فأكيد رح تضرب بألف وهاي برضو رح تضربها في كام بألف يعني الصفر بروح لما تتحرك الفاصلة منزلة لليمين فبروحوا كمان هذون الأصفار بتحركوا كمان فواصل بيظل عندك في المقام 5 طيب في الباست رح صفر وهينا حركناها منزلة رح كمان صفر وحركناها كمان منزلة ظل أني عندي الواحد الواحد أضربه فيه عشرة شو تجواب؟ عشرة عشرة تقسيم خمسة إذن النسبة بتطلع معك 2 هاي معك الار اللي هي 2 طيب والحد الأول اللي هو اي واحد هاي معطيك إياه بالسؤال خمسة بالألف الان تعال اكتب لي الحد العام an بتساوي a1 اللي هي خمسة بالألف مضربة في الار اللي هي 2 قوة n ناقص الواحد انتهى الحل تمام الان تعال قسم لي هاي برضو النص قسمها على واحد شرح تظلها؟ نص أي شي تقسيم واحد نفسه فهي معك الار اللي هي نص ومعك سيد العزيز ال a1 اللي هي الحد الأول ماعطيك إياه واحد خلاص تعال اكتب الحد العام an تساوي a1 اللي هي عبارة عن واحد مضربة في الار اللي هي عبارة عن نص قوة n ناقص واحد انتهى الحل هذا الجواب لسؤال رقم عشرة إذن 11 و 12 تعال نحلهما بعد في اللون البنفسجي الآن الفرع ماعطيك الفرع 11 الحد الرابع بساوي 108 فهي بدنا نكتب 108 تساوي a1 مجهولة لازم إحنا نطلحها مضربة في الار كامل r اللي هي عبارة عن ثلاث قوة n ناقص واحد كامل n معطيك إياه عدد الحدود أربعة اطرح منهم واحد بصفي معك ثلاث فرح تيجي تحكي لي ثلاثة تكعيب اللي هي عبارة عن السبعة وعشرين وهنا عندك a1 بتساوي 108 إلا نقسم لي هاي على سبعة وعشرين قسم لي هاي على سبعة وعشرين فرح يطلع معك سيد العزيز a1 أتوقع بطلع أربعة صح خلنا نتأكد أربعة في سبعة تمام ثمانية وعشرين مضبوط صح تطلع معك أربعة هنا طلعنا ال a1 اللي هي عبارة عن أربعة ومعك اللي هو الر مقدار النسبة بتقدر تكتب الحد العام اللي هو an بساوي a1 اللي هي أربعة مضروبة في النسبة اللي هي ثلاث قوة n-1 انتهى الحل طيب تعالوا نشوف هسا الفرح اللي جنبي واللي هو هاض a7 السؤال 12 معطيك الحد السابع اللي هو عبارة عن سالب ثمانية وسبعين ألف ومية وخمسة وعشرين رقم كبير تساوي a1 اللي احنا لازم نحسبها نضروبة في الر كامل الر سالب خمسة قوة n-1 n اللي هما سبعة اطرح منهم واحد شو بيظلوا ستة الآن هينزل لل a1 ضرب السالب خمسة والأس اللي عليها زوجي السالب رح يطير ففي صفي معك خمسة قوة ستة اللي هي بتطلع معك برضو في الآلة الحاسبة نضرب الخمسة ستة مرات نحكي الخمسة أس ستة تعطيك خمسة عشر ألف وستمية وخمسة وعشرين وده تقسم برضو الطرفين يعني على خمسة عشر ألف وستمية وخمسة وعشرين حتى أخلي ال a1 لحالها 11625 إذن رح تجي تحكي لإنه a1 تقريبا تطلع معك خمسين هي معك الحد الأول ومعك النسبة بتقدر انك تكتب ليها جاهزة هيها an تساوي الحد الأول اللي هو خمسين مضربا في r اللي هي كم r سالب خمسة قوة n ناقص واحد انتهى الحد تمام هيك الحد العام بس كن حافظ القاعدة بتقدر انك تطبق عليها تعال نشوف المجموع جد المجموع تمام بدينا نحسب مجموع كون متتالية متسلسلة متتالية الآن هيا عنا أول واحدة طبعا لازم نكون نحن حفظين القانون صح ولا لا خلينا اكتب القانون اللي هو s&n تساوي رمسة سيدنا محمد a1 مضروب في 1 ناقص الر سn وكلياتهم على 1 ناقص الر هذا قانون عشان نحسب المجموع لازم نكون حفظينه الان كم هي عدد الحدود ستة تساوي اي واحد اي واحد لازم انا اكون مطلحها كيف حكينا اي واحد بعوض واحد مكان الكي فبكتب هاي نفسها ثلاث مضروبا في اثنين شيل الكي وحط واحد وفي قبلها ناقص واحد واحد ناقص واحد صفر اثنين اصصفر واحد واحد ضرب الثلاث شو الجواب ثلاث اذا الا واحد بتطلع معك ثلاث تمام يعني هون عندك واحد ناقص الار الار هي العدد في النص اللي بين قسين هذا اللي هو عبارة عن اثنين اص ان الان اللي هي عدد الحدود يعني اص ستة طيب مقسوما على كم على واحد ناقص الار يعني على واحد ناقص اثنين يعني اثنين اص ستة اربعة بتطعطيك ستة عشر اثنين وثلاثين خمسة يعني اربعة وستين تمام هاي بتطعطيك اربعة وستين كاملة واحد ناقص اربعة وستين واللي هي السالب ثلاثة وستين بدك ترجع تضربها في ثلاث ثلاث في ثلاث واللي هي تسعة ثلاثة في ستة واللي هي عبارة عن ثمنتعش فيه هنا سالب فبتطلع سالب مية وتسعة وثمانين هذا في البس مقسم على واحد ناقص اثنين كام سالب واحد بروح السالب مع السالب بصفي الجواب كام مية وتسعة وثمانين هذا الجواب لرقم فرع ثلاثة عشر تمام طيب طيب ونقولولي اياه هسا بدي احل كمان فرع خمسة عشر هاي معطيك هذا المجموع اول شي حكينا لازم يكون معك الاي واحد الاي واحد بس عوض لواحد على الاس يعني نزل عدد نفسه ثلاثة على اثنين شيد الكي وحط واحد واحد ناقص واحد كام صفر حكينا اي عدد وعليه اس صفر شو جوابه واحد يعني حد الاول شبط له معانا واحد طيب والنسبة اللي هي الموجودة في النص اللي هي الار اللي هي عبارة عن ثلاثة على اثنين والان اللي هي المجموع اللي موجود معك فوق الان شو بتساوي اربعة لازم يكون معك هذول الثلاث عشان تحسب للمجموع فرح تحكي لي اس الان يعني اس الاربعة بتساوي اي واحد كام اي واحد اللي هي واحد مضروبا في واحد ناقص الار اللي هي عبارة عن ثلاثة على اثنين أس كم أس الان اللي هي عبارة عن أربعة على واحد ناقص الار اللي هي عبارة عن ثلاثة على ثمين وبرجع بعيد إذا ما قدرت إنك تبصتها أكثر من هيك خلص إنهي الحل هون ويعطيك العافية تمام الآن تعالوا نشوف سؤال حلنا سؤال خمستاش حس سؤال سبعتاش يلا برضو بدي يكون معي الحد الأول الحد الأول كيف بنطلعه نزل القاعدة نفسها بس شيد الكيو عوض واحد واحد ناقص واحد صفر هذا المقدار رح يصير معك واحد لأنه أي شيء الصفر واحد فواحد أضربها في سبعة شو جواب سبعة هاي الحد الأول طيب الان هاي همعطيكيها في السؤال خمسة الار اللي هي النسبة اللي بتكون بين القوس اللي هو برضو سبعة فرح تيجي تحكي لي يا سيد العزيز القاعدة اللي هي اس الان يعني اس الخمسة تساوي اي واحد اللي هي عبارة عن سبعة مضروبة في واحد ناقص السبعة قوة الان اللي هي خمسة على في المقام شو في عندك في المقام واحد ناقص الار يعني واحد ناقص السبعة بتحسب لي السبعة قوة خمسة بتنقص منها واحد وبتضربها في العدد وبتقسمها على العدد الموجود عندك في المقام بيطلع معك الجواب جاهز اذا مش حابي انك بصتها خلص انهي لهون طيب اربعة عشر يالله نفسي الحكي بدي احسب ال اي واحد اي واحد حكينا بنعوض هيخليها نفسها ثلاثة في اثنين وهون اربعة قوة ناقص واحد شيء اللي هي بحط واحد واحد ناقص واحد صفر هذا العدد بروح لانه بصير واحد فشو بضل عندك الجواب بساوي ثلاثة على اثنين الان الان هيها في السؤال كم خمسة تمام الان خمسة الان الار اللي هي العدد اللي بين قسين اللي هو كم اربعة تمام الان تعال اكتب لي اياها اس الان يعني اس الخمسة تساوي لهم سيستنا محمد الا واحد اللي هي معانا ثلاثة على اثنين مضروبة في واحد ناقص الار يعني واحد ناقص اربعة قوة ان اللي هي عبارة عن خمسة وتحت عندك واحد ناقص الاربعة برضو بتحسبها وبتضربها في العدد وبتقسمها ممتاز هاي هذا جواب سؤال اربعة عشر الان نشوف سؤال ستاش وثمانتعش هاي سؤال ستاش لازم يكون معانا الا واحد طيب لانيجي نعوض هسه صفر واحد بحصير واحد ناقص واحد بتصير صفر فهاي كاملة بتروح بيضل عندك العدد اللي برا اللي هو كم خمسة طيب الان معطيك اياها اربعة الان الار اللي هي بين القوس كام واحد بالعشرة تمام تعال اكتب لي هسه القاعدة اللي هي يا سيد العزيز اس الان يعني اس الاربعة تساوي اي واحد اللي هو خمسة مضروب في واحد ناقص الار اللي هي واحد بالعشرة قوة الان اللي هي عبارة عن اربعة على واحد ناقص الواحد بالعشرة ما عرفت تبسطها اكثر اتركها لهون ويعطيك العافية تعالي نشوف سؤال 18 يعني هي الفكرة مش انك تقدر تحسب وتضرب ما كل ياتنا منقدر نعرف نحسب ونضرب وبالآلة الحاسبة بنطلع الجواب بدقيقة بس الفكرة انك كيف تعرف تستخدم القانون يطلع الحد الاول تحسب بالار يكون عارف وين مكان الار الان تعرف وين مكانها وبعدها تطبق على القدن والباقي بيصفي بس عن الآلة الحاسبة 18 بدنا نهسل اي واحد بدك تعوض مكان الكي واحد فواحد ناقص واحد صفر فبتحكي لي سالب واحد قوة صفر شو الجواب واحد يعني الحد الاول واحد طيب الان اللي هي الموجودة معنا فوق اللي هي عبارة عن تسعة وتسعين تمام الار الحد الموجود معاك جوا واللي هي عبارة عن كم سالب واحد تعال هستطبق اللي هي عبارة عن اس الان يعني اس التسعة وتسعين بتساوي اي واحد اللي هي عبارة عن واحد مضروبة في الار لا واحد ناقص الار يعني واحد ناقص السالب واحد قوة الان اللي هي عبارة عن تسعة وتسعين على في المقام شفي عندك واحد ناقص السالب واحد انه واحد ناقص عرفة بصيره جمع يعني اثنين وهنا بصير جمع فبده تحكي لي واحد قوة تسعة وتسعين اللي هي بتظلها واحد واحد زايد واحد اثنين اثنين مضربة في الواحد اللي هي عبارة عن اثنين واحد زايد واحد في المقام اختصرهم اثنين على اثنين شو الجواب واحد وهيك بنكون حلينا لأسلالة رقم ثمنتعش طيب ممتاز تعالوا هسا نكمل في عندي هنا سؤال يعني كلام سؤالين كلام هيك بيحكي لك اشترت شروق حاسور واتفقت مع البائع على ان تدفع مئة ثمنه في الشهر الاول مئة دينار حكينا لما يحكي لي في السؤال الاشي الاول شهر الاول اسبوع الاول السنة الاولى هاي بتمثل ايه واحد ماشي مئة دينار في الشهر الاول طيب ثم تدفع في بقية الشهور نسبة ثمانين بالمية ثمانين بالمية اللي هي بتمثل النسبة يعني الار ثمانين بالمية يعني ثمانين على مية وبقدر اختصر صفر مع صفر بتظل ثمانية على عشرة تمام هاي النسبة بعد هيك في قيمة الدفعة الشهر السابق لمدة عام كامل بيحكي لك لمدة سنة كاملة السنة كم شهر فيها؟ اتناعشر شهر ما غيروهم فرح تكون معك الان اللي هي عدد الحدود يعني بتمثل هنا عدد الشهر اللي هي عبارة عن ان تساوي اتناعشر شهر فكم دينار سعر الحاسوب يعني بديوا يعني احسب المجموع كامل المجموع احستخدم له هذا القانون اللي قبل شوية كنا نحسب فيه اللي اي واحد في الواحد ناقص الار قوة ان على واحد ناقص الار تعالوا نطبق معنا كل شي هاي اس الان الان عبارة عن اتناعشر تساوي اي واحد اللي هي عبارة عن مية ضرب الواحد ناقص الار كامل الار الار اللي هي ثمانية بالعشرة يعني ثمانية على عشرة والاس تباحها رح يكون الان اللي هو اتناعشر على في المقام عندك واحد ناقص اار يعني واحد ناقص ثمانية بالعشرة إذا ما عرفت تبسط أكثر من هيك خلاص هيك أنت بتكون كتبت القانون وطبقت عليه وعرفت أنك كيف تستنتج السؤال الباقي بس بصفي الشغل على الآلة الحاسبة ممتاز هاي نحلينا هذا السؤال الآن شو عندنا كمان سؤال عشرين برضو نفس المكان بحكي لك استعانى خالد بموقع تعليمي على شبكة الإلترنت فبدأ بحل خمسة أسئلة في وقت محدد لينتقد إلى المرحلة التالية يعني المرحلة الأولى اللي هي A1 كم سؤال حل فيها خمسة أسئلة تمام إذا كان عدد الأسئلة في كل مرحلة تالية مثلي عدد الأسئلة يعني بيحكي لك مثل عدد الأسئلة يعني كانت أول مرة خمسة مثل لها يعني ضعفها يعني أنك تضربها في اثنين فبتصير عشرة كانوا 6 تضربها في اثنين بصيروا 12 فالنسبة اللي معاك هون اللي هي عبارة عن كم عن اثنين كل مرة بضرب في الثنين فأجيب عما يأتي أكتب الصيغة التي تمثل عدد الأسئلة بعد إن مرحلة يعني بدي إياك تكتب إياها عشيكا زيك A-N الحد العام اللي حكينا هيق قانونها A-1 مضرب في R قوة إن ناقص واحد لازم نكون حافظينها فالإن شو بتمثل لإياه واحد اللي هي عبارة عن الخمسة الار اللي هي عبارة عن الثنين قوة إن ناقص واحد هنا كتبنا لك الصيغة العامة إلا بيحكي لك بدي إياك تحسب للمجموع لخالد في أربعة مراحل فقط يعني خلال أربعة مراحل بدي نشوف كم سؤال حللنا خالد تمام تعالوا أول شي نكتب القانون اللي هو S-N بيساوي برضه لهذا قانون المجموع لازم نكون حافظينه في 1 ناقص الار قوة إن على 1 ناقص الار تمام إلا أن S-N اللي إن حكينا أربع مراحل معنا فراح يكونوا S-4 الحد الأول حللنا فيه خمس أسئلة مضرب فيه 1 ناقص الار كل مرة بزيده 8 وعليها S-4 وعندنا في المقام 1 ناقص الاثنين تعالوا نشوف 2 أس أربعة اللي هي عبارة عن 16 1 ناقص 16 اللي هي سالب 15 الآن هيها سالب 15 وفيه قبلها بدأت تضربها في كم فيه خمسة والجواب تقسمه على 1 ناقص 2 سالب 1 فالسالب بلغي السالب الآن خمسة ضرب 15 يعني 15 و15 هي 30 30 و30 هي 60 زيد عليها 15 هي 75 فبطلع خالد حللنا بعد أربع مراحل كم سؤال 75 سؤال هاي طلعنا جوابها يعني بدون ألاحاسبة ولا إشأنها سهلة فبطلع بعد أربع مراحل خالد حللنا كم سؤال يا جماعة 75 سؤال تمام الآن هيك بنكون حلينا كل أفكار هذا الدرس بس بيظل علينا كتاب التمرين بنحله إن شاء الله فحب أنهي معاكم الفيديو لهون والله يعطيكم الف عافية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة